السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم حسن واهلا وسهلا بكم وبهذا المقطع شلونكم شخباركم ان شاء الله الكل بخير خلونا قبل ما نبدأ المقطع يا اصدقائي لو سمحت اضغط لايك اشترك بالقناة اشترك وفعل زر الاشعارات طبعا مقطعنا لهذا اليوم اللي هو حسب طلبكم اللي هو شرح مهمات تحدي الموسم فبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدأ اوكي اصدقائي طبعا هذا المقطع طلب من عدكم كتبتولي بالتعليقات انو اشرح لكم مهمات تحدي الموسم مثل ما تشوفون هنا عدنا تحدي الاسبوعي مثل ما تشوفون اللي هي مهمات الاسبوع من مهمات الاسبوع الاول لحد مهمات الاسبوع الثامن وعدنا ايضا مهمات جديدة اسمها تحدي الموسم طبعا هذه المهمات انضافت بالاربي مية الجديد فاول مهمة من هذه المهمات اللي موجودة ويانا يا اصدقائي هنا فقط يقول لك قم باضافة 7 من الاصدقاء وراح تكمل وياكم هذه المهمة وراح تحصلون على 150 نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنح او قاعد اهداء بي بي الى 10 من الاصدقاء المختلفين العمل البي بي اللي هي العملة الذهبية او القطع الذهبية مثلا نجي هنا وهنا نرسله العملة الذهبية او القطع الذهبية مثل ما تشوفوني اصدقائي هنا تكرر هذا العملية انه هنا ترسل قطع البي بي لعشرة من الاصدقاء فاولا هنا راح نرسل للاصدقاء نسويها معينة حتى ما نكررها تمام فهنا رسلنا المجموعة من الاصدقاء حتى شوفكم شون تخلصون هذه المهمة طبعا مهمة كل السهلة. فقط هنا مثل ما تشوفون اصدقاء هنا صارت عندنا وحدة ان بعض الاصدقاء نرسل لهم هدية فما يصر تتحول بي بي. لازم ترسل عشرة من الاصدقاء بي بي بهذه الطريقة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك دمر اثناش اطارين مركبة في الوضع الكلاسيكي. هنا انا السيارة وانت تلعب بالجيم الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف. بالاسلاح فلش التائرات او فشش التائرات او اضرب على اطارات السيارة او عجلات السيارة اطناعش اطار او اطناعش عجلة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك كسر خمسة من النوافذ في الوضع الكلاسيكي. هنا انا النوافذ مثلا لعدنا بوشنكي هذي البيوت داخل هذي البيوت اكون نوافذ اللي هي النوافذ الزجاجية طبعا منتشرة بخارطة ايرنجل وايضا بليفيك وباقي المابات اللي موجودة عندنا داخل لعبة بوبش موبايل. تجي هنا انا تفجر اه تكسر هذي النوافذ الزجاجية طبعا تقدر اه تكسرها بالبوكس يعني بايدك بدون اسلاح وتقدر بالاسلاح ايضا تكسر هذي النوافذ تكسر خمس نوافذ وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استبع الستة من الاعداء في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي. انا مطلوب من عندك اجيب ستة كل خلال جيم واحد سواء كان مصنف او غير مصنف فقط اجيب ستة كل بالجيم وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك الحق ما مجموعه خمسمية من الضرر باستخدام طلقات الرأس في الوضع الكلاسيكي. انا هذي المهمة اذا انت تشوفها صعبة شا تسوي. اتوقع العدو او البوت باي سلاح عندك رايش بس ما تجي تفنشه تفتح الاسكوب تخليه على رأس اللاعب تمام وبعدها تسوي سلاحك سنجل وضل تضرب طلقات سنجل على رأسه الحد ما يتفنش تمام بهذه الطريقة انت هنا راح تجمع دمج من يصير خمسمية عندك من خمسمية راح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك تسلق العقبات عشرين من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا العقبات اللي يقصد بها اللي هي الجدار او السور الموجود داخل مبات لعبة بوبتجو موبايل. مو فقط السور حتى تسطح من انت تريد تسلقه. اللي هو علامة التسلق اللي موجودة اضافته شركة بوبتجو موبايل بالتحديثات السابقة. فانت هنا تضغط على زر التسلق حتى تسلق اللي هو من شوف من يوقع من البناية وتضغط على زر التسلق راح يمسك ويعبر الجدار او يعبر على السطح. مثل ما تشوفون يا اصدقائي تستخدم هذا الزر عشرين من المرات وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اجمع خمسة من اه خمسة من الانواع المختلفة من الاسلحة في مباراة كلاسيكية واحدة. هنا انا بالمباراة كلاسيكية سواء يقصد بها مصنف او غير مصنف. تمام? ان انا اقول لك خمسة من اه اه خمسة من الانواع المختلفة من الاسلحة. يعني مرة بنفس الجيم مرة تاخذ اه اس ام جي اللي هو اي مرة تاخذ انفور مرة تاخذ اي كي ايم مرة تاخذ سنايبر مرة تاخذ مرة تاخذ مسدس بهذه الطريقة يا اصدقائي انه انت تختار خمسة اسلحة مختلفين بجيم واحد وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك تابع زملائك في الفريق عند القفز خمسة من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا لازم اصدقائك ينزلوك اه باللعبة او بالطيارة من انت صار بالطيارة. لا تدوس يعني لا تنزل انت وتدوس قفز لا. واحد من اصدقائك يسوي له متابعة وخليه ينزلك ينزلك خمسة مرات وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استبعت خمسة من اللاعبين اثناء الركض في الوضع الكلاسيكي. هنا يقصد اثناء الركض يعني وانت تركض لازم اه اتفنش اللاعبين. فهي المهمة جدا سهلة انت بالبداية من تجي توقع العدو او البوت باي سلاح رايش. من تجي تفنش اشي تسوي تخلي مسافة بينك وبيني. وانت تمشي تدوس على السرعة يعني وانت تركض. خلي الزر ما اه تقدم وانت تركض. ظل ارمي عليه الحد ما يتفنش بدون ما توقف انت. بدون ما توقف انت لازم وانت تركض. ظل تضرب وانت تمشي. راح تفنشه وتكمل هذه المهمة بهذه الطريقة. اه تكررها خمس مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقفز فوق اي سطح في ارنجل او ليفيك. خمسة من المرات. طبعا ارنجل وليفيك كلكم تعرفوها. على اي سطح يعني وانت تنزل بالبراشوت لازم تنزل على اي سطح موجود يعني فوق البناية ما تنزل على ارض لا فوق البناية وفوق سطح البناية خمس مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اسبح لمسافة ثلاث آلاف من الامتار في الوضع الكلاسيكي. مهمة جدا سهلة تروح بالمي وطل تسبح. اه تقدر تسويها بقوم واحد تضل بس بالمي تسبح. تقدر تسوي باكثر من جيم يعني كل جيم تسبح لك مية خمسين متر. فاكثر من جيم راح تقدر تكرر هذه العملية وتقدر تكمل هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنح اربعة وعشرين من الاعجابات لزملاء الفريق. اعجابات اللي هي الايكات او الشعبية. انت من تخلص جيم تنطل لايكات للاصدقائك. فاذا انت تريد تسوي هذه المهمة بسرعة تروح على المود اللي هو ثمانية ضد ثمانية. ومن يخلص الجيم هنا انا اكون مثل تنطل لايكات للاصدقائك. وايضا تنطل لايكات للفريق اللي عدو راح تنحسب وياك وتكمل هذه المهمة بسرعة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اكمل ثمانية من المباريات مع الاصدقاء في اي وضع. تمام? انت تلعب اه باي وضع اه ثمانية يومة فقط انت واصدقائك. اصدقائك اللي موجودين داخل اللعبة. على الاقل واحد يكون من التيم والباقي عشوائي من خالف. المهم لازم يكون اصدقائك وياك بالتيم. حتى تكملوا اياهم ثمان مباريات وراح تكملوا اياكم. هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لكم استبعد خمسين من الاعداء في الوضع الكلاسيكي. استبعدي عن النقطة الخمسين عدو. طبعا ليش شفون هذا العدد اه هواية انه هذي التحدي الموسم او مهمات تحدي الموسم اللي هو موسم واحد يعني هذي المهمات راح تبقوا اياني شهرين. تمام? شهرين فهذه الكلات راح تقدر اجيبها بكل سهولة. وتخلص هذي المهمة بكل سهولة. هنا مطلوب من عندك تجيب خمسين كل خلال هذا الموسم. المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك اصمد لميتين من الدقائق اجمالا في الوضع الكلاسيك. اصمد يعني ما تموت. هنانا عدنا اثناش الف ثانية. اللي هم هنا بالدقائق اللي هي ميتين دقيقة سوى عدنا اثناش الف ثانية. فانت بتلعب جيم مثلا عشرين دقيقة وميتات راح هنا نحسب لك يجي تمام? من يصعدك اثناش الف من اثناش الف راح تكمل وياكم هذا المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل عشرة من المباريات في اي وضع من يوم الجمعة الى يوم الاحد. يعني هنانا يا اصدقائي هنا مطلوب من عندك محدد لك ايام معينة تمام? تلعب عشر يومة كان من يوم الاحد من يوم الجمعة الى يوم الاحد. تمام? المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك جهز سلاحين ناريين بكامل ملحقات في نفس الوقت في عشرة من المباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذي المهمة واي متكرر عندنا. مثلا تختار سلاح اه اوزي اللي هو تختار سلاحين. تمام? حتى تكون عليك سهلة. الاوزي شو يحتاج لي? يحتاج للملحقات ماتة. تمام? ويحتاج لكاتم. تمام? وايضا يحتاج لي هو المخزون اللي هو المخزن السريع. او المخزن اللي هو زيد العدد الطلقات مالته. تمام? بعد ما تجمع الملحقات مال السلاحين. جمعهم عندك بتجنطة شو تسوي ترميهم بالارض وترجع تلوتهم بنفس الوقت. طبعا انا بسوي مقطع خاص عن هذي المهمة. ايضا رح خلي لكم يا باول تعليق مثبت حتى اذا واحد يواجه صعوبة بهذه المهمة. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك سجل الدخول الى اللعبة عدد عشرين من الايام. يعني كل يوم تجي تسوي تسجيل دخول يعني تفتح اللعبة كل يوم تفتح اللعبة لمدة عشرين يوم رح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. طبعا هذي المهمات البقية اللي تحت كلها سهلة. شنو السهل بها? هنا فقط المهمات شي يقول لك اقضي ما مجموعه مية وعشرين من الدقائق في اللعبة خلال الموسم. مثل ما قلت لكم هذي مهمات اسمها مهمات تحدي الموسم. وخاصة بهذا الموسم اللي هو الموسم الاول اللي هو اي واحد. يعني راح نبقى شهرين نفس اذنين مهمات فاحنا راح نقدر نسوي هذي المهمات ونقدر نكملها بكل سهلة. مثل ما تشوفون انا ملاعب ولا قيم بس حسب لي القيوم اللي لعبته قبل الساعة خمسة الفجر. اللي انا سهنا انا يقول لي اثنيا اه اثنين وخمسين من مية وعشرين تمام? ان انا يعني حتى لو مثل عبست تفتح اللعبة هيتشي. يعني حسبوا اياك وقت حسنا اذا اطلع وارجع ممكن يصير ثلاثة وخمسين. خلنا نجرب نطلع. وبعدين نرجع. اوكي. راح يصير عدنا ثلاثة وخمسين متأكداني. ارجع هيك. مثل ما تشوفون هنا انا صارت عدني اثنين وستين. تمام يعني انت بس تفتح اللعبة مو شرط انه تلعب بس تفتح اللعبة سألو فيها جماعتك اي شي سوي. راح تجي نحسب وياك. هنا انا بالتالي انه انت تلعب اه مطلوب من عندك عدد دقائق معينة خلو على اخر شي. الف واربعمائة واربعين اه دقيقة. تطل فاتح اللعبة. وراح يكملنا لدي المهمات الفوق كلها. تمام. طبعا هذي نقاط ار بي نقاط زيادة وراح اتفيدك وضرورة تسويها. حتى هنا انا اتفيدك عندك هنا انا متريد تشتري مثلا متريل. مثل ما تشوفون تشتري متريل اه قصاصة الماتريل اللي هي اه بنقاط اه نقاط الاربي. تمام? فتضروري تسوي هذه المهمات حتى تقدر يتحصل على هذه القصاصة الماتريل وتجمع عشرة وكل عشرة القصاصات راح تصير عندك ماتريل واحدة تمام? مثل ما قلت لكم هذه المهمات خاصة وموسم كامل. يعني هذه المهمات راح تبقى وياني شهرين ان شاء الله. فهذه المهمات شرحت لكم وحسب طلبكم. فاذا كانتكم اي سؤال او اي سفسار اكتبوا لي ها بالتعليقات او ترسلوني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف وايضا موجود باول تعليق. وبس اشوفكم بخير.